اعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تخلي قيادات تاريخية فيها عن مواقعهم لإفساح المجال لدماء جديدة جاء خلال المهرجان الذي نظمته الحركة في ذكرى تأسيسها السادسة والاربعين قرار فتح الباب لأسئلة كبيرة تتعلق بمنهج التغيير في داخل التنظيمات الفلسطينية التاريخية أنا أقول بوضوح أن استمرار هذا الجيل القيادي على نفس المواقع سيعني مزيد من البيروقراطية سيعني مزيد من المراوحة في المكان سيعني مزيد من إعادة إنتاج ذات السياسات التي أوصلتنا إلى النتائج التي لا نرضع عنها هذا هو جوهر الفكرة وهذا هو جوهر الرسالة التي أرادت هذه الكوكبة من الرفاق القيادين في الجبهة أن يوصلوها إلى شعبنا المنتقدون لمسيرة التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير يرون أن قادتها ورثوا مواقعهم ولم يغيبهم عنها إلا الموت أو الأوليال بل أن الصراع بين الحرس القديم والجديد ظهر بقوة في الآوينة الأخيرة متسائلين عن قدرتها على تغيير الواقع السياسي في غياب القدرة على التجدد الأخ الرئيس أبو مازن أكد في أكثر من مرة بأنه أنا لا أريد أن أرشح نفسي في انتخابات قادمة وكنا نقول دائما للأخ أبو مازن بأن هذا الخيار ليس خيارك بيدك بل هو طموح أبناء الحركة أن تكون أنت على رأس هذه الحركة ولكن نحن دائما من نحمل الأهم الأكبر في الحركة ولكن نستأنس بأن يكونوا موجودون وبدأ أن تنظيمات تاريخية لا تزال ترى في زعاماتها القديمة أيقونة لا تقبل التبديل لانعدام البديل المقنع لها بفعل خبراتها وعلاقاتها الوطنية والإقليمية فالأمين العام للجبهة الديمقراطية لا يزال في موقعه منذ أكثر من أربعين عاما الرفيق نايف حواتمي لا زال قادرا على إدارة وقياة الجبهة الديمقراطية بوعي وبثقة وبعقل ثاقب ولا زال هناك مجال نحن بحاجة إلى خبرة الرفيق نايف حواتمي وتجبته في النضاء الوطن الفلسطيني القلق في الشارع الفلسطيني هو من أن تتعمق الظاهرة لتصبح مرضا لا يمكن علاجه في ضوء تنظيمات وجدت لحمل راية التحرر وتأسيس وطن لا ينفك قادته من إعلان نيتهم عن جعله نموذجا ديمقراطيا يحتذا به قرار الجبهة الشعبية وإن جاء متأخرا برأي البعض إلا أنه قد يفتح بابا واسعا للجدل داخل الأطر التنظيمية الفلسطينية لا سيما العلمانية منها حول جدوى التمسك بقيادات لم تحدث تغييرا حقيقيا على مدى سنوات بل وفقدت كثيرا من أوزانها الحقيقية في الساحة السياسية الفلسطينية لصالح تنظيمات إسلامية تأسست بعدها بسنوات شهد الكاشف بي بي سي قطاع غزة